اهلا بكم في حوار فرانس 24 ضيفنا اليوم مناظل وفنان ورجل سياسة امازيغي جزائري هو فرحات مهني الذي يرأس الحكومة القبائلية المؤقتة ازل في لك فرحات مهني ازل فرحات مهني انت ترأس ما يسمى بالحكومة المؤقتة القبائلية انا فاذ اقبيلي عضيل ما هي هذه الحركة حركة الحكومة المؤقتة القبائلية الحكومة المؤقتة القبائلية ليست حركة وثانيا انا لست جزائريا انا قبائلي ما هو الفرق انا فرحات مهني هناك فرق كبير منذ الاحتلال الفرنسي الى اليوم تم ضم القبائل للجزائر واعتبروا جزائريين لكن بالمقابل ليس كل الجزائريين قبائل الانتمام القبائلي هو هويتي اما اذا عدنا الى سؤالك حول الحكومة القبائلية المؤقتة فانها حكوما بثقت من بلاد القبائل من اجل اظهار اسمها بين الامم وان تدق على ابواب الامم المتحدة ليعترف بها مثل كل الامم حكومة القبائل المؤقتة تكافح من اجل الحرية والكرامة وحقوق الشعب القبائلي باكمله او ما يسمى ببلاد القبائل فرحات مهمني هذه الحكومة انبثقت عن حركة الحكم الذاتي القبائل الموفمو دوتونومي دلاكابلي هل انتم تحاولون ان تبنوا هذا الحكم ذاتي ضمن جزائر ديمقراطية تعددية فيدرالية ام تريدون تمزيق هذه البلاد والانفصال نحن نسير على درب معصوب الهناس الذي قال في احدى اغنياته الدواء هو تمزيق البلاد حين ندينا بالحكم الذاتي في منطقة القبائل قامت الحكومة الجزائرية باطلق النار برصاص الحي على ابنائنا ذلك الحين صارنا ننادي بالانفصال رغم اننا نحب الجزائر ورغم ان اباءنا ماتوا من اجل الجزائر انا والدي استشهد من اجل استقلال الجزائر انت والدك مات شهيدا في الثورة الجزائرية ضد الاستعمال الفرنسي بالضبط مات والدي لكي اكون حرا لكي اكون محترما في ارضي لكي تكون حقوقي كاملة وليس من اجل ان يقال لي كلما تحدثوا بالقبائلية تحدث باللغة الوطنية الامر ليس مثل السبورة يمكن محوم عليها باسفنجة لاخفائه حتى لا يبقى منه شيء لا تاريخ نضال امتد لخمسين سنة منذ استقلال الجزائر وكانت هناك حرب لفافاس جبات القوى الاشتراكية التي قتل فيها 497 رجلا وكم من القيادات القبائلية التي اغتيلت في المنفى وقتلتهم الحكومة الجزائرية ثم فيما بعد حين جاء الارهاب كم من الادمغ القبائلية التي قتلت النظام الجزائري والاسلاميون عملوا يدا بيد من اجل ابادة كل ما هي ادمغة او مفكرون قبائل في التسعينيات احسب كما تشاء اشتركوا في القناة